كتاب راعوث الأصحاح الأول مجاعة في يهوذة حدثت في زمن القضاة مجاعة في أرض يهوذة وتغرب في تلك الفترة رجل وزوجته وابناهما في حقول مؤاب كان اسم الرجل ألي مالك واسم زوجته نعمي واسم ابنيه محلون وكليون كانوا أفراطيين من مدينة بيت لحم في مقاطعة يهوذة فرحلوا إلى حقول مؤاب واستقروا هناك ومات ألي مالك زوج نعمي بعد فترة من الزمن فبقيت هي وابناها اللذان تزوج امرأتين مؤابيتين اسم الأولى عرفة واسم الثانية راعوث وقد مكثوا هناك عشر سنوات ثم مات أيضا لبنان محلون وكليون فتركت نعمي وحيدة لا زوج لها ولا أولاد نعمي تعود إلى بلادها وهكذا استعدت نعمي وكنتاها لترك حقول مؤاب فقد سمعت وهي هناك أن الله قد أعطى شعبه طعاما فتركت نعمي المكان الذي كانت تسكن فيه وكانت كنتاها معها وابتدأنا مسيرتهن إلى أرض يهوذة ثم قالت نعمي لكنتيها لترجع كل واحدة منكما إلى بيت أمها ليت الله يحسن إليكما كما أحسنتما إلى زوجيكم الميتين وإلي وليرزق الله كل واحدة منكما بزوج تستقر في بيته ثم قبلت نعمي كنتيها وبدأنا يبكين بصوت مرتفع وقالت لها نريد الذهاب معك إلى شعبك فقالت نعمي ارجع يا ابنتي لماذا تذهبان معي هل مزال لي أبناء في رحمي لكي تتزوج بهم هيا ارجع يا ابنتي فأنا كبرت على الزواج وحتى إن أقنعت نفسي بأن هناك أملا بذلك فتزوجت الليلة وأنجبت أبناء فهل ستنتظران حتى يكبر لا يا ابنتي أنا جربت طعم المرار أكثر منكما فقد أدخلني الله في مصاعب كثيرة فابتدأنا يبكين ثانية بصوت مرتفع وقبلت عرفة حماتها ورجعت أما رعوث فالتسقت بها فقالت نعمي هاسي الفتك قد رجعت إلى شعبها وإلهها قوم اتبعيها فقالت رعوث لها لا تجبريني على تركك والكف عن اتباعك لأنه حيث تذهبين أذهب وحيث تقضين الليل أقضيه شعبك شعبي وإلهك إلهي وحيث تموتين أموت وهناك أدفن وليضربني الله إن لم يكن الموت هو الأمر الوحيد الذي سيفصلني عنك ورأت نعمي أن رعوث مصممة على الذهاب معها فكفت عن الجدال معها وصارت لاثنتان معا حتى وصلتا إلى مدينة بيت لحم وعندما وصلتا هاجت البلدة كلها بسببها وقالت النساء هل هذه نعمي حقا؟ فقالت نعمي لهن لا تنادوني نعمي بل مرة لأن يدى الله القدير قد أمرت حياتي رحلت وأنا أملك الكثير ولكن الله أرجعني إلى هنا وأنا لا أملك شيئا فلماذا تنادونني نعمي والله القدير قصى علي ورجعت نعمي من حقول مؤاب ومعها رعوث كنتها المؤابية وجاءت إلى بيت لحم مع ابتداء وقت حصاد الشعير الأصحاح الثاني لقاء رعوث وبوعز وكان لنعمي رجل من أقارب زوجها اسمه بوعز وقد كان رجلا غنيا من عائلة ألي مالك وفي أحد الأيام قالت رعوث المؤابية لنعمي أود الذهاب إلى الحقول لألتقط سنابل وراء من يحسن إلي ويسمح لي بذلك فقالت نعمي لها نعم يا ابنتي افعلي هذا فذهبت ووصلت إلى أحد الحقول وابتدأت تلتقط سنابل وراء الحصادين فإذا بذلك الحقل من حقول بوعز الذي من عائلة ألي مالك وبعد مدة أتى بوعز من مدينة بيت لحم إلى الحقل وحي الحصادين وقال الله معكم فردوا يباركك الله ثم سأل بوعز خادمه المسؤول عن الحصادين ابنة من هذه الفتاة فأجاب الخادم المسؤول عن الحصادين هذه فتاة مؤابية هي التي رجعت مع نعمي من حقول مؤاب قالت إنها تريد أن تلتقط السنابل التي تبقى بين الحزم وراء الحصادين فأتت منذ الصباح وماكثت إلى الآن وهذا بيتها ليس بعيدا من هنا فقال بوعز لراعوث اسمعي يا ابنتي لا تذهبي إلى حقل آخر لتلتقط السنابل ابقي هنا قريبة من العاملات لدي راقبيهن لتعرفي إلى أي حقول يذهبن للحصاد واتبعيهن إليها وها أنا أمرت العاملين لدي بأن لا يزعجوكي وإذا عطشتي اشربي من أوعية الماء التي يشرب منها العمال فسقطت راعوث على الأرض وسجدت على وجهها إلى الأرض وقالت له كيف أحسنت إلي فلاحظت وجودي رغم أنني فتاة غريبة فأجابها بوعز قد أخبروني كثيرا عن كل الأمور الحسنة التي فعلتها نحو حماتك بعد موت زوجك فقد تركت أباك وأمك ووطنك وأتيت إلى شعب لم تعرفيه من قبل ليجازك الله على العمل الصالح الذي فعلته ولتكن مكافأتك كاملة من الله إله إسرائيل الذي جئت إليه للاحتماء بجناحيه فقالت راعوث ليتني أكون عند حسن ظنك يا سيدي لأنك كنت لطيفا معي ومحسنا إلي وقد تكلمت بكلمات لطيفة إلي أنا خادمتك مع أنني لا أستحق أن أكون واحدة من جواريك وفي وقت الغداء قال بوعز لها تعالي وتناولي الطعام معنا واغمسي خبزك في هذا الطعام فجلست راعوث إلى جانب الحصادين ثم أعطاها بوعز بعض الفريكة المشوية فأكلت حتى شبعت وفضل من طعامها ثم قامت لتعود إلى جمع السنابل فأوصى بوعز العاملين لديه وقال لهم دعوها تجمع حتى بين أكداس الحبوب ولا تحرجوها أو تزعجوها تعمدوا أن تسقطوا بعض السنابل السمينة أيضاً وتركوها وراءكم كي تلتقطها تذكروا أن لا تزعجوها نعمي تعلم بأمر بوعز وهكذا بقيت في الحقل لجمع السنابل حتى المساء ثم درست ما جمعته فكان مقدار قفة من الشعير فحملت ما درسته وعادت إلى البلدة وأرىت راعوث حماتها ما جمعته ثم أخرجت الطعام الذي زاد عن حاجتها من وجبة الغداء وأعطته لها فقالت لها حماتها أين التقطت السنابل اليوم؟ أين عملتي؟ مبارك الرجل الذي انتبه إليك فأخبرت راعوث حماتها بكل ما حدث مع الرجل وقالت اسم الرجل الذي عملت عنده اليوم بوعز فقالت نعمي لكنتها ليباركه الله الذي هو محسن وأمين نحو الأموات والأحياء ثم قالت نعمي لرعوث بوعز من أقربائنا وهو من حماتنا فقالت راعوث المؤابية وقد قال لي أيضا التصقي بالعاملات والعاملين لدي إلى أن يكملوا الحصاد كله فقالت نعمي لكنتها راعوث يا ابنتي جيد أن تلازم جواريه حتى لا يعتدي عليك أحد في أي حقل آخر فالتسقت راعوث بجواري بوعز لتلتقط السنابل حتى نهاية حصاد الشعير بل وحتى نهاية حصاد القمح وكانت تسكن مع حماتها الأصحاح الثالث عند البيضر ثم قالت لها حماتها يا ابنتي ألا ينبغي أن أسعى إلى راحتك ليكون لك خير فهابوعز الذي كنت تعملين مع خادماته هو واحد من أقربائنا وهو الليلة يدرس الشعير عند البيضر فاغتسلي وتعطري والبسي ثوبا جميلا وانزلي إلى بيدر الدرس ولا تدعي الرجل يعرفك حتى ينهي طعامه وشرابه اعرف المكان الذي ينام فيه ثم اذهبي هناك وارفع الغطاء عن قدميه ونامي هناك وبعد ذلك هو سيخبرك بما عليك فعله فقالت راعوث لها سأفعل كما تقولين فذهبت راعوث إلى بيدر الدرس وفعلت كما أمرتها حماتها فأكل بوعز وشرب وكان في مزاج لطيف ثم نام عند طرف كومة الشعير فأتت راعوث بهدوء وكشفت قدميه وتمددت هناك وفي منتصف الليل تقلب بوعز في نومه ومال إلى جنبه الآخر فإذا بامرأة مستلقية عند قدميه فقال لها بوعز من أنت فقالت راعوث أنا خادمتك راعوث افرد علي ثوبك لأنك حامن لي فقال لها بوعز يباركك الله يا ابنتي هذا يدل على أمانتك أكثر من أي شيء آخر فقد أتيت إلي ولم تذهب وراء الشباب لا الأغنياء منهم ولا الفقراء والآن يا ابنتي لا تخافي فسأفعل كل ما تطلبينه لأن كل شعبي يعرف أنك تستحقين الإحسان صحيح أنني من حماتك لكن هناك رجل أكثر قربا لك مني أمكث الليلة هنا وفي الصباح إذا أراد الرجل الآخر أن يقوم بواجب الحامي فهذا حسن فإذا لم يرد أقسم بالله الحي سأقوم أنا بهذا الواجب فنام الآن حتى الصباح فنامت عند قدميه حتى الصباح واستيقظت قبل الضياء حيث لا يميز الناس ملامح الآخرين إذ قال بوعز لا ينبغي أن يعرف أحد أنك أتيت إلى بيدر الدرس وقال لراعوث خذ عباءتك التي تلبسينها وفرشيها ففرشتها فكال بوعز ستة أكيال من الشعير في العباء ووضعها على كتفها فرجعت راعوث إلى البلدة وجاءت راعوث إلى بيت حماتها فقالت نعمي من هناك؟ فأخبرتها راعوث بكل شيء صنعه بوعز لها وقالت أيضا وكذلك أعطاني هذه الأكيال الستة من الشعير فقد قال لا ينبغي أن تذهبي إلى بيت حماتك فارغة اليدين فقالت نعمي لها اجلسي هنا حتى تعرفي ماذا سيحدث فبوعز لن يهدأ حتى ينهي هذا الأمر اليوم الأصحاح الرابع بوعز والحام الآخر فصعد بوعز إلى منطقة الاجتماعات العامة عند بوابة المدينة وجلس هناك ثم مر الحام الآخر الذي ذكره بوعز فقال له بوعز يا فلان تعال إلى هنا واجلس فالتفت وجلس ثم استدعى بوعز عشرة رجال من شيوخ المدينة وقال لهم اجلسوا فجلسوا ثم قال بوعز للحامي نعمي المرأة التي عادت من أرض مؤاب تريد بيع الأرض التي تخص قريبنا ألي مالك وقد قررت أن أتحدث معك بشأنها لأرى إن كنت ستشتريها أمام الجالسين هنا وشيوخ شعبي فإن كنت تريد أن تشتريها وتقوم بواجب الحامي ففعل وإن كنت لا تريد فأخبرني لأعرف لأنك أنت أقرب من ينبغي عليه ذلك وأنا بعدك في هذا الأمر فقال الحامي سأشتريها وأقوم بواجب الحامي فقال بوعز عندما تشتري الأرض من نعمي فأنت تشتري أيضا من راعوث المؤابية أرملة الميت فتحفظ اسم الميت في ميراثه فقال الحامي الأقرب لا أستطيع شراءها لألا أفسد ميراثي فاشتري أنت ما كان واجبا علي شراءه فأنا لا أستطيع ذلك وكانت العادة في تلك الأيام في إسرائيل أن يخلع الشخص حذاءه ويعطيه للآخر كسق لتبادل البضائع أو القيام بواجب الحامي فعندما قال الحامي لبوعز اشتري أنت خلع حذاءه ثم قال بوعز للشيوخ ولكافة الناس الذين كانوا هناك كلكم شهود اليوم على أنني سأشتري من نعمي كلما كان يمتلكه ألي مالك وابناه كليون ومحلون وكذلك سأتخذ راعوث المؤابية أرملة محلون زوجة لي لأحفظ اسم الميت في ميراثه فلا يقطع اسمه من عشيرته ومن بلدته الأصلية وأنتم شهود على ذلك اليوم فقال الشيوخ وكافة الذين كانوا في منطقة الاجتماعات العامة عند بوابة المدينة ليجعل الله هذه المرأة الداخلة إلى بيتك كراحيل وليئة لتين بنتا بيت إسرائيل ولتصبح عائلة قوية في أفراته وليكن اسمك شهيرا في بيت لحم ليبني الله بيتك من الأولاد الذين يعطيك إياهم من هذه المرأة الشاب وليكن بيتا عظيما كبيت فارس بن ثامار ويهوذا فاتخذ بوعز راعوث زوجة له وعاشرها فأعطاها الله القدرة على أن تحمل وولدت صبيا وأنشدت نساء البلدة لنعمي مبارك الله الذي أعطاك اليوم حاميا ليكن اسمه شهيرا في إسرائيل فهو سيعزيك ويعتني بك في شيخوختك لأن كنتك من أحبتك هي من ولدته وهي أفضل لك من سبعة أبناء فأخذت نعمي الصبي ووضعته في حضنها وصارت مربية له وأسمته الجارات عبيد وقلنا ولد لنعم ابن وعبيد هو أبو يسى ويسى أبو الملك داود هذا هو سجل عائلة فارس فارس أبو حصرون حصرون أبو رام رام أبو عمين داب عمين داب أبو نحشون نحشون أبو سلمون سلمون أبو بوعز بوعز أبو عبيد عبيد أبو يسى يسى أبو داود ترجمة نانسي قنقر